بسم الله الرحمن الرحيم ولكن فقط مقلوبة يعني يعني نبدأ أو لما نجي نبدأ ما في شرط ننفذ كامل ثم بعد كده يجينا الشرط إذا الشرط تحقق نرجع مرة ثانية للدو زين فهذا فكرة الدو وال وهكذا يعني ندور ننفذ مرة ثانية نشيك على الشرط هذا إذا الشرط تحقق نرجع مرة ثانية للدو لأنه في أحد المرات الشرط هذا ما يتحقق فنكمل البرنامج فذكرنا أن هذه البنية العامة لبرنامج طبعا ذكرنا أنه فيه طباعة قائمة في كل مرة من المرات نطبع القائمة نقرأ الاختيار من المستخدم ثم بعد كده إما أن ننضيف أو عفوا ننضيف يعني لعبة أو نبيع لعبة هذول الخيارين الموجودات عندنا بعد كده شرحنا عملية الإضافة بالتفصيل الدرس هذا بنشرح إن شاء الله عملية البيع بالتفصيل وهي نفس العملية اللي شفناها قبل خلوني هنا أمسح الجزء الخاص بالإضافة قدامنا هنا بس قبل ما أمسح الجزء فقط حبيت نبع النقطة بسيطة بس هنا أنا طبعا وضحت العملية التكرار موجودة هنا طبعا لما جينا حنا فردنا العملية هنا لما جينا نشوف كيف كيف البرنامج رح يشتغل كيف عملية الإضافة رح تشتغل الإضافة للمخزن جرابنا بدون ما نعرف في لوب ولا ما في لوب بس هذا شيء مهم جدا حنا شفناه قبل في البرنامج بس أريد أن أكرره عشان يرسخ في بالك كيف تحلل البرنامج وتعرف هل في لوب ولا ما في لوب في الجزئية هذه بالذات اللي هنا بالأصفر كيف حللناها وعرفنا أنه في لوب ولا ما في لوب قمنا نجرب لنا أقول إنه لما عرفنا أنه في لوب طبعا زي ما قلت لك أنه التكرار دائما بسبب بنية الوائل دائما أول عملية كذا هذه عملية القراءة أي عملية يعتمد عليها الشرط اللي حق الوائل لابد أن تكون بره الوائل وتتكرر مرة ثانية جوه الوائل فإذلك التكرار الفعلي هو اللي بالأصفر هذا طيب أتمنى أن نكون إن شاء الله واضح لك الموضوع هذا طيب خلال حقا أن ننتقل إلى العملية البيع وعملية البيع شبيهة جدا مع عملية شو اسمه مع عملية الإضافة زين طيب لو جينا لو جينا العملية البيع لو المستخدم اختار المربع هذا خلنا نحطه بلون شو اسمه ما ذجاء لو جينا دخلنا هنا نفت جوه الجزئية هذه من البرنامج نسميها هنا عملية البيع تمام هذه الجزئية هي عملية البيع زين طبعا البيع وش يقولك إذا اختار سل فسيكون بمقدوري بيع لعبة من المخزن عند بيع اللعبة يقوم المستخدم باستخدام رقم اللعبة وقيمتها ويجب المهم أن يجب لا يقوم برنامج بيع عدد من العاب أكثر مما تم إضافته للمخزن زين هذا شرط مهم جداً فقالوا نفكر كيف عملية البيع راح تصير وش بنسوي هنا بعملية البيع طبعا نقول اقرأ رقم اللعبة صح؟ عند بيع اللعبة يقوم المستخدم رقم اللعبة وقيمتها اقرأ رقم اللعبة اقرأ قيمة اللعبة اقرأ قيمة اللعبة تمام طبعا لما تقرأ رقم اللعبة ستخزنه هنا في variable مضبوط تقول الله بخزن الرقم هنا مثلاً في ID وخزن هنا القيمة في price تمام بعد كده لما تقرأ الرقم والقيمة ماذا بتسوي طبعا؟ بيكون عندك هنا total price total price gets zero طبعا تمام؟ أول ما نبدأ total price تكلفة الكاملة تكلفة الكاملة للعاب أيضاً عندنا هنا variable ممكن نقول num مثلاً اسمه اللي عد الألعاب اللي بيعت وليس عد الألعاب الكل اللي في المقزن ملاحظة مهمة جداً فهنا ممكن نجي الـ variable هذا الآن ونعدل اسمه هذا شيء طبيعي جداً في البرمجة تكتشفوا الله أنه فيه variable تحتاج تعدل اسمه فهنا مثلاً نقول والله الـ variable هذا الآن نبغى نسميه خلوا حطوا بس باللون الأصفر عشان نفرق بين الأثنين فهذا الـ variable أبغى أسميه num of games num of games أو inventory size أو أي شيء يعني حجم المخزن عد الألعاب في المخزن عد الألعاب بشكل المهم سمى الـ variable هذا اللي تبغاه مضبوط نحن عندنا فيه فرق بين العدد الكل اللي ليلعاب وبين العدد اللي ينبيعوها الآن مضبوط الآن لما أختار صاحب المخزن صاحب المتجر حق اللعاب لما أختار وني يبيع مضبوط اللي استخدمناها في البرنامج السابق اللي قال لك إذا أبع أكثر مثلتها فلازم نرجع نسوي نفس البرنامج السابق نعد كم عدد ألعاب ونشوف التوتال برايس بالله فإقرأ رقم اللعبة إقرأ قيمة اللعبة طبعا هنا عفوا هل رقم اللعبة هذا سؤال مهم جدا هل رقم اللعبة يساوي ناقص واحد إذا الجواب لا فإننا بنقرأ قيمة لو الجواب نعم فإننا خلاص نوقف زين نفترض أن الجواب لا فإننا بنقرأ قيمة اللعبة ونقول total price total price plus gets يعني total price تاخذ total price القديمة أو تاخذ نفسها القديمة زائداً price اللي قرأناها هنا تمام فالقيمة اللعبة هذه زائداً القيمة القديمة والنم عدد ألعاب اللي بيعناها plus plus وبنفس الوقت num of games num of games minus minus عدد الألعاب اللي في المخزن يقل هذا العدد يزيد مضبوط لاحظوا أن البرنامج مليان منطق مليان لوجيك وهذا هو صلب البرمجة هذا هو لب البرمجة هذه الصعوبة في البرمجة الصعوبة البرمجة ما هي برمجة البرمجة الرسومية والنافذة الرسومية صعوبة برمجة تفهم اللوجيك والمنطق إذا فهمت اللوجيك والمنطق خلاص الأشياء الباقي تسهل عليك كثير سهل إن شاء الله ما في أي مشاكل هذا هو الجزء اللي شوي فيه صعوبة نكتفهم الأشياء هذه إذن حنا هذه المرة الأولى هذه فقط لعبة واحدة بعد كده نبي نجي ونقرأ لعبة جديدة يقرأ رقم اللعبة تمام بعد كده هل رقم اللعبة يساوي ناقص واحد أفرض أنه لا نبي نمر بنفس الخطوات هذه نفس الخطوات هذه هذا وهذه وهذه نبي نعيدها هنا تمام والخطوات الأربعة وبعد كده يقرأ رقم اللعبة من جديد وهكذا يتم التكرار فإذن واضح عندنا تكرار هنا واضح أنه هذا هو الجزء اللي راح يتكرر معنا مضبوط أول شي واضح أنه فيه تكرار واضح أنه هذا هو الجزء اللي جالس يتكرر معنا وطبعا بما أننا بنستخدم الوائل فنصبح لنا عرفنا الترك أنه والله أول عملية شرط الوائل دائما يعتمد على حاجة قبل تصير شرط الوائل وما نقول دائما ما في شي بالبرمجة دائما لكن اللي علق البرامج اللي شفناها هذا نمط يتكرر كثير زين فالبرامج اللي شفناها دائما شرط البرمجة يعتمد على شي نحتاج أن نسويه قبل ما ندخل في اللوب نفسها مضبوط فأول عملية تكرار هذه ونفس الشي نحتاج عملية القراءة لأننا نحتاجها بالدورة الثانية في اللوب عشان نشيك من جديد فهذه التكرار الأولى هذا التكرار الثاني وهكذا مضبوط في شي هنا مهم جدا يلي توقف في فيديو وتفكر فيه الآن لو أبجي الآن خلني أبقى أكتب بشكل سريع قبل أن توقف في فيديو وشف تبع مني بس هذه نقول الآن ID gets s.nextint مثلا مضبوط قرأنا الرقم ال ID عادي قرأنا الرقم الشسم سكانر قرأنا ال ID طيب المرة الأولى وطبعا وسوينا عدد اللعاب بصفر والتوتال برايس بصفر زين الآن نجينا هنا ال while والشرط ال while الآن الشرط ال while أنه والله نبغى أنه رقم اللعبة while ID لا يساوي ناقص 1 تمام هذا الشرط ال while افتح القوس وقرأ اللعبة هنا اقرأ اللعبة واحسب التوتال برايس وعدد الألعاب والعدد لكل الألعاب نقصه ثم بعد كده أسكر وقرأ اللعبة مرة ثانية معليش هنا آخر شي طبعا تبتقر ال ID مرة ثانية ID gets s.nextint المهم المفروض أنك خلاص فهمت الموضوع هذا من النسخة السابقة عشان كده أنا خليتها مجموعة نسخ عشان يسهل الموضوع عليك كل شوي نضيف صعوبة في البرنامج فيصير يسهل عليك فهم البرنامج في كل عام الشي المهم هنا في حاجة الآن يفرق عملية البيع هذه عن عملية البيع اللي في النسخة السابقة من البرنامج النسخة السهلة في البرنامج هذه اللي ما كان فيها منيو قائمة وما قائمة وكذا ما كان فيها بيع وشراء عفوا ما كان فيها يعني اش اسمه اضافة للمخزن وبيع وكذا ما كان فيها شي هذا كانت تقريبا زي كذا هذه فيها اختلاف شوي الاختلاف عشان بس يعني أقرب لك الاختلاف تذكرنا هنا حطينا حاجة مضبوط خللوني استخدم لون ثاني مثلا هنا حطينا حاجة ما كنا قبل وهي وش العدد الكلي للعاب في المخزن تمام أبيك توقف الفيديو وتشوف هل وش اللي ناقص عندنا هنا بالبرنامج اللي قدامنا كخورزمية وش اللي ناقص وش دخل وش العدد الكلي للعاب في المخزن هذا كيف يأثر على عملية البيع مضبوط وكيف نترجم الشي هذا التأثير هذا وندخله في الخورزمية عندنا كيف نترجم الكود وقف الفيديو بالله وفكر شوي بس ورجع الفيديو مرة ثانية طيب أتمنى أنك فكرت في الموضوع لاحظوا أنه هنا يقول لك هيش يجب لا يقوم البرنامج ببيع عدد من العاب أكثر مما تم إضافته للمخزن شرط منطقي جدا 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 عندي مخزن أنا ما أبيع أكثر من اللي موجود في المخزن فنمو في جيمز هذا يعطيني عدد الموجود في المخزن أول ما بدأنا الموجود في المخزن صفر كل ما ضفنا الألعاب جديدة كل ما زاد الموجود في المخزن كل ما بيعنا كل ما نقص فالمفروض الوائل هذه لابد أن نتوقف لما يكون لازم نقول هنا بالوائل نقول أنت أنت يعني و طالما أن الأيدي ليس هنا قص واحد وعدد الألعاب في المخزن number of games أكبر من الصفر هذا الشرط يجي هنا تمام لابد أنه عشان نبتل نقرأ لعاب جديدة لابد أنه عدد الألعاب اللي في المخزن يكون أكثر من الصفر إذا أنت عدد الألعاب في المخزن خلاص وقف ما يحتاج تقرأ مضبوط وحنا حطينا النقص واحد عشان أننا نقرأ نبدأ نبيع 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 هذا يقول لي خلاص وقف خلاص أنا ببيع أربعة لعابة وخمسة لعابة مضبوط لكن صاحب المتجر هنا إذا خلص اللي في المخزن عنده خلاص مفروض حنا نوقف يعني ما يحتاج أن نقول له دخل نقص واحد ولا شيء مضبوط هذا شرط مهم جدا هذا تقريبا الاختلاف الرئيسي بين البرنامج السابق وبين البرنامج الحالي بكذا تقريبا خلصنا المخزن العاب بشكل عام النسخة الأخيرة هذه خلصناها كتحليل كتحليل واناليسيز وتصميم وخورزمية الآن باقي لنا حاجة واحدة وهي قضية أن نكتب البرنامج عد كله منوله إلى آخره طبعا أنا أفضل أنا راح أوقف الفيديو إن شاء الله راح أوقف الدرس هذا هنا وأعرض البرنامج إن شاء الله في الدرس في فيديو آخر برنامج الكود نفسه أنا أفضل أنك توقف أنك توقف أنك توقف وتكتب الخورزمية كاملة على الورق سواء بالعربي بالإنجليزي يعني بالعربي أو بلغة جافة أو تبي تخلط أنا مجي تكتب الخورزمية كذا مرتبة من أولها إلى آخرها مضبوط مجتملة كل الخطوات وبعد كده تحاول تنفذ برنامج على الإكليبس بعد كده أرجع للفيديو وشوف كيف التنفيذ النهائي للبرنامج ولا تنسى لو ترجع للفيديو السابق زين أنا ممكن أوركي إياه هنا لا تنسى أنه كان عندنا مثال على الإمبوت والآوت بالبرنامج قدامك زين لحظ هنا بدنا البرنامج لما بدنا طلبنا نبيع لما جينا طلبنا نبيع قال ما فيه ألعاب عشان تبيع زين في المخزن وطلع لنا المينيو مرة ثانية فجينا هنا نضيف للمخزن فأضفنا المخزن طلع لنا المينيو مرة ثانية فجينا نبيع هنا زين لحظنا نبيع 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 هنا فجأة عطانا لما قلنا نبيع لعبة 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 ثلاث ألعاب ماشي المور مجينا نبيع لعبة الرابعة وحنا ما دخلنا إلى ثلاث ألعاب في المخزن وقفنا قال لا out of stock خلص المخزن وعطانا السعر الفاتورة النهاية ورجعنا المينيو من جديد لما قلنا exit قال برنامج goodbye هذا مثال كيفية عمل البرنامج عادة مثل البرامج هذه خصوصا إذا كنت مبتدئ أنت أول مرة تأخذ الكورس هذا البرمج عادة تكون صعبة شوي يعني جدا طبيعي كل الطلاب هذا الشي موجود إلا ناس نادرين يعني يكون عندهم موهبة في البرمج بشكل متاز جدا لكن معظم الطلاب يكون عنده صعوبة فيعني روق شوي اقرأ البرنامج شف الفيديوهات مرة ثانية راجع حاول تحله بنفسك أهم شي رجاء لا تروح الفيديو الأخير تشوف الحل النهائي قبل ما تحاول أن تحله بنفسك ولما أقولك تحاول بتحله بنفسك البرنامج زي هذا عادي جدا يأخذ منك ثلاث أربع ساعات حتى أنك تحله بشكل صحيح حتى بعد الشرح اللي أنا شرحت لك عادي جدا طبيعي هذا البرمج برنامج هذا مو برنامج بسيط برنامج فيه فكر يعني حتى لو مبرمج محترف بيأخذ منه وقت برنامج هذا مضبوط يعني فيه فكر لا تستهين فيه برنامج زي هذا مزين فارجو أنك تحاول اجلس ثلاث أربع ساعات بيوم واحد أو قسمها على يومين فترتين أو ثلاث فترات على كيفك يعني بس الرجاء لا تشوف الفيديو الأخير اللي فيه الحل النهائي حتى أنك تتأكد أنك حاولت قدره مستع أنك تحل إذا والله حليت بشكل صحيح وكل شيء الحمد لله إذا صار فيه أخطاء فنكشف الفيديو الأخير تشوف الحل كامل إن شاء الله يشرح أنا اشتركوا في القناة